طيب هنروح لكرة السلة أيضاً نهاردة معنا 16 سنة في الفقرة الحوارية كابتن محمد أشرف توفيق اللي فاز ببطولة القاهرة تحت 16 سنة 18 سنة كمان فازوا ببطولة الجمهورية فريق الشباب ده مين بيمرنوا فريق كابتن إسلام الكلاني لو تفتكروا طبعاً دي صور من الفريق لو تفتكروا كابتن إسلام الكلاني كان هو وفريقته أبطال المرتبط لأنه كان المرتبط السلاني 18 سنة فريقنا قدر يكسب في النهاية الجزيرة 59-52 وفريقتنا طبعاً قدرت تفرد أسلوبها في مجموعة جيدة جداً من اللاعبين في 18 سنة أنا مش عايز أقول حد وأنسى حد بس بصراحة كلهم كويسين وفرقة لعيبة كتير لها شخصيتها ولعيبة كتير منهم في منتخب مصر فالحقيقة يعني مستقبل يعني الكرة السلفي نهاية دي يعني حاجة كويسة حاجة تطمن كده في كل جيل الحمد لله رب العمين مجموعة كبيرة جداً من اللاعبين ولم يكن زي ما بقول لكم الجيل كله فألف مبروك لكابتن إسلام الكلاني إن شاء الله فاضل له الجمهورية بأكده فاز بالتلات بطولات اللي دخلوا من النهاردة السنة دي أنا آسف لأنه الحقيقة جيل مميز جداً وكابتن إسلام الكلاني نفسه مدير فني متميز جداً 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 طيب